موسيقى محمد أمزيل المدير إقليمي وزارة تقافة وشبهوري بقطاع التقافة وزارة تقافة وزارة تقافة نرحض بكم في هذه الربع تقافية عالمية بطراتها عالمية برورها عالمية كذلك بطبيعتها اليوم نلتقي لنرتقي درجة النجاح نلتقي مع التظاهر التقافية التي شركت في المدير الإقليمي التي تقافها وهذا التظاهر التقافية هي لقاء التواصلي مع أبواب مفتوحة لصفراء أماريج وكاننا حبوب الضيوف الكرام من مختلف ألمات هناك فنانات وفنانين هناك القطب الإعلاني على السائل الوطني ونحن نقدمون لهم شكرا جزيلا والهدف هو إبراز المؤهلات التقافية والتراتية والفنية التي تصغر بهذا الربع والحيط لأن هذا الربع تصغر بهذا الربع تصغر بجموعة من المؤهلات فيها الطبيعية فيها التراتية فيها الفنية ونحن نشتغل جميعا وهذا اللقاء كنتمون الرابطة الرابطة الفناني بالوازازات وهي شريك استراتيجي للمديرية الإقليمية وان شاء الله ونحن دائما نرحل والمديرية الإقليمية والمستحاق لجميع نحضر هذا اللقاء التقافي ثاني الذي كنتمون الرابطة الثنانين المدعين بوازازات ولكي تخذ إطار أولا تلقف ثقافي بين إقليم تيزنيت أو جهة السمسارة وجهة درعة الفناني اللقاء هو يرتكز على الثقافة السياحية الداخلية هذه الثقافة التي بدأت تنبطر وخاصة مع جائحة قرب وهذا اللقاء سيقرب فكرة للدور المتقف والثنان والمدير وكذلك الإعلامي في بعض ثقافة إعلامية لإقلال السياحي التقافي الداخلي إن شاء الله التدورة هذه تجيب الأقبلة بالإنتكاسة التي تعرفها البلاد في المجال السياحي وطأت الرابطة إلى أن تكون من بين المساهمين في رفع مرضوديات السياحة وقمنا بطنطيم هذه التدورة مع سفراء أمارير ومع أعطاء تزنيتز لتبادل كل ما هو ثقافي وثني وتورعتي وتشكرهم جزيلا شكرا على الحضور ونظر بكل مدلس لما يعرفه البلاد من إنتكاسة بصدد هذا الوباء كورونا من بين الأهداف التي استطرت هذه الرابطة هي تجيع كل ما هو ثقافي كل ما هو سياحي كما قلت وكل ما هو سياحي ورابطة عندها مازال إن شاء الله عندها مازال براميج براميج تتمشي تكسير فجأة فهذا نمط هذا وإن شاء الله إن شاء الله مازال تقيمة الدار إن شاء الله مع الجليات الخرية ومع المجتمع الميداني ومع الجميع الناس التي تعتمون بعد الميدانات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر